بشكل يومي طبعا فيه متابعة وتغطية لكل ما يتعلق بأحداث قطاع غزة الصورة النهاردة لا تقل قتامة عن الصورة بالأمس النهاردة الهلال الأحمر الفلسطيني قال تصريحات خطيرة جدا التصريحات دي مفادها أنه سبع عربيات إسعاف فقط هي اللي لا تزال تعمل في قطاع غزة سبع عربيات إسعاف فقط هي اللي لسه شغالة بسبب استهداف الاحتلال للتواقم ونفاذ الوقود وضع صعب جدا وضع مأساوي جدا نتج عنه أنه عدد كبير جدا من المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة بالكامل وتوقفت عن العمل تماما ما فيش وقود الكهربائي متوقف التواقم الطبية دلوقتي بتعمل المستحيل عشان توفر الرعاية الطبية للمرضى والجرحة حتى وإن كان ده بالطرق بقى التقليدية أو الطرق البدائية يعني كأننا رجعنا سنين لورا في ظل أوضاع إنسانية سيئة جدا جوا المستشفيات في ظل نقص الإمدادات الطبية ما فيش ولا أكل ولا مية ولا فيه أدوية ولا فيه تخدير ولا فيه بنج ولا فيه أي يعني مواد تساعد هؤلاء اللي أصلا مضحين بحياتهم ومتمسكين بالبقاء في المستشفيات اللي هي الأطقم الطبية رغم أنهما بيتعرضوا للقصف بشكل مستمر وبشكل متواصل مصممين يفضلوا في المستشفيات يقدموا كل ما يستطيعوا للمصابين والجرحة لكن ما عندهمش أي نوع من أنواع المساعدة الهلال الأحمر الفلسطيني طلع بيان صحفي الحقيقة أتكلم فيه عن الأسف وعن الخيبة الأمل لأنه وصل لمرحلة حاول بكل الاستطاع وبكل القدرة وبكل ما يعني كان يمكنه فعله أنه ما يوصلش للمرحلة دي بالرغم من كل المناشدات اللي خرجتها جامعية الليل الأحمر المتكررة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية أنه لازم المساعدات العجلة توصل لمستشفى القدس تحديدا بالإضافة إلى غيره من المستشفيات في ظل حصار مفروض عليه من حوالي أسبوع الحصار ده رافقوا قطع للاتصالات وقطع الإنترنت لليوم الخامس على التوالي كل المنظمات الدولية دي باختلاف أنواعها باختلاف جنسيتها باختلاف هي مصادر قوتها الكل عاجز بالكامل أنه يساعد مستشفى القدس وكأنهم سابوا مستشفى القدس وسابوا الفلسطينيين اللي جوا مستشفى القدس لمصرهم القصف مستمر في محيط المستشفى لاستهداف مباشر ومتواصل حياة الأطقم الطبية حتى ما بقتش فيه خطر يعني يقولك مات الطبيب مات المصعف مات المصاب مات الأطفال الكل اليوم معرض للموت وكل اليوم يموت في قطاع غزة داخل المستشفى في نفس الوقت الهلال الأحمر فيه بيستغيف من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مع الأبرياء في قطاع غزة يخرج علينا رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياه ويقول في حوار أو في تصريحات لسي أن أن لن نقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين يعني هو الرجل لحد دلوقتي متمسج بأنه يرفض وقف إطلاق النار حتى الوقف المؤقت يعني الوقف الكامل ده مرفوض تماما من وجهة النظر الإسرائيلية طب وقف مؤقت طب أضعف الإيمان نوقف كم ساعة الناس تقدر تشم نفسها وتقدر يعني تداوي جروحها ونقلل أعداد القتلى والشهداء والمصابين من داخل المدنيين برضو لا